على عاصمة الإعلام العربي وبحضور أمين جامعة الدول العربية ووزراء الإعلام العرب أيضا رؤية متجددة في عالم متغير ومتطور كل ثانية في اللحظة الأولى التي أراد الإنسان أن يقول شيئا ما اخترع الكلمة التي أصبحت بمرور الأزمنة وتتابع الحضارات رمزا ورسما صوتا وصورة لتكون بذلك إرثا حضاريا وإنسانيا كان الإعلام أحد روافدها وأهم سجلاتها التي قدمت لنا وتؤثر بشكل كبير في الوعي الجمعي للناس وله إسهامات فارقة في وضع البصمات لمختلف مجالات الحياة حفلنا الكريم الدستور والنبراس والكلمة أيضا آيات من الذكر الحكيم تحيطنا بركاتها بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غردي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ترجمة نانسي قنقر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كانت البداية عبر الأثير وكان الصوت يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وعبر عقود من الزمن كنا نأنس بصحبتكم عبر برامج تزور أسماعكم وأرواحكم كان الأثير قصة جميلة يجوب صداه بيوت مملكتنا الحبيبة ناقلا أخبار الدولة ومراحل التأسيس والليلة هذه الليلة المباركة امتداد جميل لمستقبل واعد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز شكرا معادي الدكتور عواد العواد وزير الإعلام شكرا من الأعماق من زملائي من هذا الجيل الجميل الذي هو امتداد لهذا الجيل الواعد الطيب لمستقبل زاهر لبلادنا الحبيبة في ليلة أنس جميلة والمملكة والرياض العاصمة هي عاصمة الإعلام العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم والرحمة والبركات ولجيلنا الذهبي أحلى التحيات نعم نتذكر البدايات وتذكر انطلاقة الصوت النسائي في الستينيات وتذكر الفوازير وبرامج الأسرة والحكايات وتذكر نشرات الأطفال وباب عباس واليوميات كنا كنا الصوت كنا نصافحكم وكان الفضاء جسر محبتنا إليكم دمتم نحن امتداد لذلك الجيل كل صباح نطل عليكم لننقل الخبر نزف البشرى نرسم ملامح أمر ملكي نعلن وداعا ونطرح توصية كنا حلقة الوصل منكم وإليكم مرت الأيام حكايا والليالي قصصا وكان الفضاء لا يكفي لكل هذا التوقي إليكم وفي اتساع الفضاء في اتساع الفضاء وفي عصر البرامج وفي ظل التنافس المحموم لكسب العقول والقلوب انطلق سباق المشاهدين ضيوف سباق المشاهدين جاءونا من كل الدول العربية أما جائزتنا الكبرى فهي أنكم أنتم نجوم سباق المشاهدين سباق المشاهدين برنامج أنتم نجومه السلام عليكم حياكم الله عهدنا فيكم قريب وتحية سلام نذكرها منكم في كل مشاركة وإرسال واكتصال حروفنا وحروفكم ذكرياتنا وذكرياتكم راسخة وما تغيب والله إني فرحان بشوفتكم عسى رياضنا عامرة وأيامنا عمر مديد إن شاء الله شكرا لكم بكم تكونت ذاكرتنا ومنكم تعلمنا وعلى خطاكم سنسير في دروب الإعلام اليوم شكرا لكل ما قدمتموه لإعلامنا شكرا لجيل الإذاعة والتلفاز الذهبي من القدس مرورا ببغداد وصولا إلى الرياض احتفاء بعواصم الإعلام العربي نشاهد الآن عرضا مرئيا عن عواصم الإعلام العربية السابقة موسيقى موسيقى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المسابقات المروح رب أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 224 موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة للرياض هوية مزجة المكونات الجمالية بين الماضي والحاضر والمستقبل عروس الصحراء ونديمة السماء الرياض عاصمة الإعلام العربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حضورنا الكريم لمعالي وزير الإعلام رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور عواد بن صالح العواد كلمة يلقيها فليتفضل معالي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب المعالي والسعادة سيدات والسادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني بداية أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية وأنا أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله وتمنياتهما للقائنا هذا ولهذا الحفل بالنجاح الكبير بإذن الله تعالى كما يسرني أن أشكركم جميعا ضيوفنا الكرام على قبول دعوتنا بمشاركتنا في اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي عام 2018-2019 سيدات والسادة يأتي اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي متزامنا مع رئاسة المملكة للمكتب التنفيذي لمجلس الزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام العربي مما يجعل علينا مسؤولية كبيرة في أن نتضافر في جهودنا من أجل تنسيق العمل العربي المشترك والنهوض به في شتى المجالات والحرص على التكامل بين الجهود بما يحقق الأهداف ويرتقي بالإعلام العربي إلى المستويات المنشودة وتتضمن فعاليات الاحتفال بالرياض عاصمة الإعلام العربي كما رأينا منذ صباح هذا اليوم استضافة الرياض للمنطقة العربية الإعلامية الأول الذي بحث آليات وسبل تنفيذ الحملة الإعلامية العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما تضمن استضافة الرياض لاجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني إضافة إلى اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي ولقاء أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب أيها الأخوة والأخوات تشهد الرياض حاليا وسائر مدن المملكة العديد من المشاريع الكبيرة التقنية والتحول الرقمي والذي يأتي بدعم ومتابعة من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموه لعادي الأمين حفظهم الله والهدف الأساسي هو أن يصبح إعلامنا إعلاما قويا إعلاما يواكب التطورات التي تشهدها مملكتنا الغالية في كافة المجالات أصحاب المعالي إن تطوير الإعلام العربي يعد ضرورة ملحة أمام ما يتعرض له المتلقي العربي اليوم من حملات تضليل تستهدف السيطرة على تفكيره وتشويه صورة تاريخنا المجيد وأمتنا العربية والإسلامية لصالح أجدات لا تحمل الخير لأوطاننا ولشعوبنا لذلك فإن تقنين وتحديث مثاق الإعلام مثاق الشرف الإعلامي العربي أمر ضروري جدا والذي أقره المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورتها التاسعة العام الماضي ويحتم علينا أن يحمل في بنيته الخلق والأمانة وهما سمات للعربي الصادق والمسلم الأصيل فمن هنا من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بيت العرب الكبير وبمناسبة اختيارها عاصمة للإعلام العربي فإنها تدعو الإعلام العربي برمته لتوحيد رسالته السامية وأهدافه النبيلة من أجل بناء وتنمية أوطاننا ومجتمعاتنا العربية لتنعم بحياة كريمة آمنة وننشر من خلالها والتعايش وننبذ كل ما يخالفها ويساعد على إذكائها وتأجيجها كما ندعو إلى التصدي إلى مواجهة التحديات التي تحيط بنا بالعمل المشتركي العربي والتنسيق الدائم لمواقفنا ومن أهم هذه التحديات العمل لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أنواعه وهذا ما يندعج ضمن الأدوار المحورية التي يطلع بها مجلس وزراء الإعلام العرب ختاماً فإن الكلمة النزيهة والصادقة في وسائل الإعلام المختلفة هي مسؤوليتنا تجاه مجتمعاتنا وشعوبنا لبناء أوطاننا وعلينا أن نستشعرها ونعمل سوياً على تحقيقها بالتعاون المشترك كما أنه لا يفوتني أيضاً قبل أن أختم هذه الكلمة أن أشكركم أي أصحاب المعالي والسعادة حضورنا الكرام من كل العالم العربي لمشاركتنا في هذا اليوم الجميل واحتفالنا بالرياض عاصمة للإعلام العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية يلقيها نيابة عنه سعادة الدكتور بدر الدين علالي الأمين المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال فليتفضل مشكوراً بسم الله الرحمن الرحيم معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة يطيب لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة كما أود أن أعبر عن ثمثين وتقدير الأمان العام لجامعة الدول العربية للجهود المتواصلة للمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الإعلام في سبيل تطوير أذائها الإعلامي وكذلك حرصها على تعزيز العمل الإعلامي العربي وتوثيق التعاون بين الدول الأعضاء بصفتها الرئيس الحالي لمكسب تنفيدي لمجلس وزراء الإعلام العرب واسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيد وتمنياته للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والازدهار السيدات والسادة إن اختيار حاصمة الإعلام العربي بشكل سنوي يعد أحد المشاريع العامة التي تبنى على مجلس وزراء الإعلام العرب مؤخرا ليكون بمثابة تقدير وتكريم للدول الأعضاء في الجامعة التي حققت إنجازات ملموسة في مجال الإعلام وتكرس جهودها لتطوير أدائها الإعلامي لكي يواكب التطورات الحديثة ولكي يشغل موقعاً متميزاً على ساحة الإعلام العالمي إن هذا الجمع المتميز من الحضور والذي يضم معالي السادة وزراء الإعلام العرب ونخبة من رموز الإعلام العربي يشارك اليوم في الاحتفال بتتويج مدينة الرياض عاصمة الإعلام العربي بعد اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية 49 لها تقديراً لما تقوم به وزارة الإعلام السعودية لتطوير الإعلام بكل أجهزته المكتوبة والمرئية والمسموعة ولحرسها على تقديم رسالة إعلامية ذات مدمون متحضر ومعاصر السيدات والسادة ظل الإعلام لعقود كأحد الأدوات الأكثر تأثيراً في نشر المعرفة وتنوير الشعوب ورفع مستوى وعيها وقد سعادت تطور تكنولوجي الهائل في تطوير وسائل الحصول على المعلومة أو الخبر لتصبح أكثر سهولة وسرعة وليصبح الإعلام هو الوسيل الأسرع في نقل المعلومات للشعوب في مختلف ألحاء العالم وعلى مدار السنوات الأخيرة والتي شهدت تطورات وتغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية في بقاع مختلفة من العالم ظهر للإعلام أدواراً أخرى إلى جانب دوره الأساسي فبات وسيلة للتغيير وتحريك الرأي العام لصالح القضايا التي تعنا بها الشعوب وعلى الرغم من أهمية هذه الأدوار الأخرى إلا أنها جعلت من الإعلام سلاحاً دوحى الدين فالإعلام يمكن أن يسهم في التغيير الإيجابي والتقدم والتنمية أو يكون مصدراً لخلق الفوضى والانقسامات والفتن لذا كلما زادت الأدوار المنوطة بالإعلام زادت الأعباء والمسؤوليات الواقعة على عاتق المسؤولين على الإعلام ووسائله المختلفة في التحقق من الرسالة التي يقدم الإعلام ومضمونها وأهدافها السيدات والسادة إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحرص على دعم وتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك وذلك انطلاقاً من قناعتها التامة بالدور الحيوي للإعلام كوسيلة للتنوير والمعرفة والرقي وبناء الجسور بين شعوب الوطن العربي ومن هذا المنطلق أصدر مجلس وزراء الإعلام العرب العديد من القرارات والوثائق والمشاريع التي من شأنها تطوير الإعلام العربي وتقدير الكفاءات الإعلامية العربي المتميزة وتعزيز التعاون الإعلامي العربي بين الدول العضاء في الجامعة ومن بين هذه الوثائق الاستراتيجية الإعلامية العربية ومتاق الشرف الإعلامي العربي بالإضافة إلى عدد من المشاريع الحديثة مثل الاحتفال باليوم يوم الإعلام العربي واختيار عاصمة الإعلام العربي سيدات والسادة وفي ختام كلمتي أتوجه بالشكر والامتنان مجدداً للمملكة العربية السعودية مرة أخرى على كرم الضيافة ولوزارة الإعلام السعودية على حسن تنظيم هذا الاحتفال متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للرياض شعاع متقد وبريق لا يخفد تعبر به العالم تاركة في كل مكان ضوءاً وصوتاً لا يسكن للرياض ليل وأغنية وانتجت خصيصاً لهذه المناسبة من مركز التواصل الحكومي أقول على اليامر بعد ما فهمت الأمور يعني أولاً صح ميزت الأمورنا وأنا صغير لا أذكر في رياض الشارع بسفلة إطلاقه لا أذكر بيت واحد بلسوط المسلم إطلاقه كانت في رياضة عبارة عن مدينة محاطة بسور وأذكر أولاً في غيري والدري والدخن وغيري ورد علينا ورماحة بتوسع محاطة بسور أنا واتخي شرقاً تماماً في المستقبل يعني كمدينة دماناً لأنه الآن وضع كل الأسسات والأسس تجعلها في المستقبل مدينة نموذجية حديدة أم العواصمتي وأنت شي طرماً أنت الدروب وأنت النجم للساري الله زانك أمجاداً وألويةً رياض فخر ونعم الدار يا داري وعاصمتي وأنت شي طرماً أنت الدروب وأنت النجم للساري الله زانك أمجاداً وألويةً رياض فخر ونعم الدار يا داري موسيقى 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 أم العواصب تيدي وانت شيطان آه مغربا أنت الدوب وأنت النجم للسار الله زالك أم جايا وألوية وألوية رياض فاخر ونعم الدار يا داري الأعلام السعودي حقب وتاريخ يروى قصص تمتد على ربوع الخارطة منذ النشأة والتأسيس إلى الحاضر والمستقبل اذاعة المملكة العربية السعودية تقديم عبد الكريم الخطيب سعودية في عهد جلالة الملك السعود من خلال توجيهاته بإنشاء وسائل ترفيه بريها إذاعة المملكة العربية السعودية إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة أن يكون ما يذاع أو ينشر من هذا المرفق أن يكون في خدمة الدين وخدمة الوطن وخدمة الشعب كان ميلاد وكالة الأنباء السعودية بوصفها أول لبنة مهمة فيها رؤية تنمية الكوى البشرية الأولوية من مهمة المستوى الوطن لها جذور عميقة في بناء الدولة السعودية الحديثة على يد المؤسس الملك عبد العزيز يرحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر